ننتقلنا إلى فرنسا حيث عارمت السلطات المحلية مقتر سائق للسيارة التي اصطدمت بشاحنة لشرطة في شارع شانجريزي الشهير في باريس العاصمة الفرنسية يوم آر اثنين مضيفة أنه لم يصب أي من المرة أو أفراد الشرطة في هذا الحادث رأيت السيارة التي كانت بين شاحنات الشرطة وسرعتها كانت عالية جدا اصطدمت بشاحنة كانت على يمينها فتوقفت السيارة الشرطة وبعد بضع ثوان انفجرت السيارة المهاجم وكانت تخان داخلها ثم خرج رجال الشرطة من أجل إخراج سائق من السيارة عثرت الشرطة على سلاح ناري من تراز كليشنيكوب ومندقية تقليدية وبعض قنابل الغاز في السيارة وتعتقد وزارة الداخلية الفرنسية أن الحادثة كان متعمدا ووفق ما أفادته وكالة أشوشيتت بريس السائق هو رجل بيغ من العمر 31 عاما من ضواحي باريز كان على قائمة المراقبة الأمنية منذ عام 2015 للاشتباه في انضمامه إلى جماعة إسلامية متشددة أرجو دير بالذكر أن فرنسا قد بقيت في حالة طوارى منذ عام 2015 حينما شهدت هجمات من قبل داعش أصفرت عن مقتل 130 شخصا وتعتزم الحكومة رفع حالة الطوارى قريبا مع كشف النقاب لقانون جديد بخصوص مكافحة الإرهاب يوم الإربعاء ترجمة نانسي قنقر